فيضان نهر الأورال يتمدد ليغرق مدنا أخرى في روسيا صور الأقمار الصناعية أظهرت مدينة أورنبورغ غارقة في المياه الجسور والمنازل والمزارع ولم يعد يظهر منها إلا القليل تبعد أورنبورغ أكثر من 1500 كم عن موسكو في اتجاه الشرق بمنطقة جنوبية الأورال القريبة من الحدود مع كزاخستان ارتفع منسوب مياه نهر الأورال فيها إلى 978 سنتيمترا متجاوزا مستوى الخطر المصنف عند 930 سنتيمترا ويتوقع الخبراء أن يزداد ارتفاع المياه إلى 70 سنتيمترا أخرى صار الناس يتنقلون بالقوارب أو المركبات المدرعة بعد أن غمرت المياه المدينة حالة طوارئة أعلنت أيضا في مقاطعة كورغان وتيومين جنوب غربي سيبريا حيث من المتوقع أن يتجاوز منسوب المياه في نهر توبول 11 متر السلطات باشرت عمليات الإجداء الاحترازي لبعض المناطق والبلديات آلاف المنازل غريقت في المياه ومساحات واسعة من الأراضي طالها غضب النهر واندفاع مياهه الناجم عن الأمطار وذوبان الثلوج الحكومة الروسية أعلنت الطوارئ الفيدرالية وقالت إن الوضع لا يزال صعبا في أجزاء كبيرة من روسيا وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين إن مياه الفيضانات تواصل الارتفاع وتقترب من مناطق أخرى التوقعات فيها غير مطمئنة تجاني خضر العربية